اشتركوا في القناة درجات برج الجوزاء وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء طبعا القمر رح ينكذ في هاي المنزلة لغاية الساعة ثلاثة وثلاثين دقيقة عصرا لينتقل القمر بعدها لبرج السرطان واول درجة من منزلة منزلة الثريء النثرة منزلة النثرة هاي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج طبعا القمر موجود من الان موعد بث الحلقة لهو مساء يوم الاربعة لغاية الساعة ثلاثة ونص عصرا لحديث ما ينتقل القمر ويصير في برج السرطان فايدا من الان لغاية ساعات عصر يوم الخميس بنظل ننشط في اتصالاتنا نشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة اقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وتنقلات وبوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي بالنسبة لزوايا البطيئة المؤثرة على الخارطة الفلكية وإلها فترة طبعا الزوايا البطيئة هي تستمر تأثيراتها ممكن توصل يومين ثلاثة خمسة أسبوع شهر او شهرين او ممكن مد اطول من هيك فهي الزوايا احنا عادة منظل نذكرها لحديث ما تنتهي تأثيراتها الزاوية الاولى اللي رح نتكلم عنها هي زاوية تسديس ايجابية بين عطارد وبين المريخ وهاي زي ما حكينا هي تأثيراتها تستمر لغاية يوم عشرة اربعة عند حدوث هذا الاتصال عادة بيسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع الأحباء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين عطارد وبين الشمس وهاي الزاوية تأثيراتها لغاية يوم اللي هو ستة اربعة طبعا بتظللها تأثيرات ولكن يوم سبعة اربعة آخر تأثيراتها وبرضو هاي الزاوية بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية كان صعب علينا أو تعذر علينا فهمها وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية الاختران السلبية اللي بين المريخ وبين زحل وتأثيراتها لغاية يوم ثمانية اربعة هي الزاوية اللي إلها سبب في تزايد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي عادة بتخلف مشاكل عديدة كما أنه في هاي الفترة بتزيد العصبية وعليه يجب أن نتمالك الأعصاب وضبط النفس عند التعامل مع الغير ونتجنب المواجهة بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لامتعاد داخلي وبينعكس على علاقاتنا مع الغير أما بالنسبة للزاوية البطيئة اللي هي أكثر بطوء وهي آخر زاوية زاوية اقتران إيجابية بين المشتري وبين نبتون طبعا هاي ذروتها زي ما حكينا يوم 12 أربعة ولكن أنه تأثيراتها القوية لغاية يوم 25 أربعة مناسبة للإلهام والأرباح المالية عن طريق توسط صديق أو جمعية وبرضو في هاي الفترة تنتهي وضعية حرجة وممكن البعض يقعوا في الحب أو الغرام من أول نظرة بالنسبة للزاوية اللي اليوم تأثيراتها واللي هي مع القمر وتأثيراتها عادة بتكون لساعات ممكن تمتد من 12 ل 16 ساعة طبعا تنقسم نصفها قبل ونصفها بعد أول زاوية هي زاوية تخليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي تقريبا بعد نصف ساعة من منتصف الليل بتوقيت جرينج يعني ساعة 12 و 26 دقيقة بعد منتصف الليل احنا بنذكرها صباحا هي بتساعدنا على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لنا حسب الشعور بالمسؤولية طبعا تأثيرات هاي الزاوية لغاية ساعات الصباح اللي هو صباح يوم الخميس أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية برضو رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و 41 دقيقة برضو صباحا بتوقيت جرينج يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا وهاي برضو تأثيراتها لغاية ساعة الصباح أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون في تمام الساعة 2 و 53 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا تأثيراتها لغاية ساعات الظاهرة بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية الأخيرة مع قبل خلو والمسار هي زاوية تثليف إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 3 و 14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج تأثيراتها لغاية ساعات المغرب فبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بعد هاي الزاوية مباشرة يعني الساعة 3 و 14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بين صباح يوم الخميس بيبدأ عنا خلو المسار وبيستمر حتى تمام الساعة 3 و 29 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الآن في أشخاص بيظلوا يسألهم مش عارفين أو مش فاهمين علي أو هم مش مركزين فهاي النقطة عشان يركزوا وعشان أني أنا ألفت انتباههم أنه هنا أنا بحكي دائما بعد خلو المسار أنا بذكر ساعة الانتقال للقمر من برج لبرج يعني بداية التأثيرات من البرج الآخر وهنا إحنا حكينا أنه نهاية خلو المسار الساعة 3 و 29 دقيقة عصرا يعني بمعنى آخر أنا لما بحكي توقعات بقول من الآن لغاية ساعات العصر ومن ساعات العصر وما بعد بصير كذا وكذا وكذا الآن ما بقدر أنا أحكي في توقعات الأبراج أنه كل ما أحكي عن برج أحكي ساعة بتوقيت جرينيتش لأنه من كل دول العالم ناسب تسمعني ولكن لمنطقة العربية فمنحكي اللي هي الشرق الأوسط والخليج العربي وحتى المغرب العربي فمنحكي ساعات العصر معروفة أما للمناطق الأخرى كأوروبا وأمريكيا وكندا وهدولا فهم يبغطوا الحساب دائما على توقيت جرينيتش يعني الساعة 3 و 29 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش خلاص هم الحالهم بيعرفوا بزيدوا 12 ساعة عشان يصير التوقيت مسائي يعني الساعة 15 و 29 دقيقة بي أم بتوقيت جرينيتش بيكون القمر انتقل من برج الجوزاء لبرج السرطان احنا في منطقة الشرق الأوسط خلاص منه العصرا بتوقيت جرينيتش لأنه في ناس بتكون عندهم ما قبل توقيت جرينيتش وناس ما بعد توقيت جرينيتش فبتظلها بمحصلة ساعات العصر وما بعد العصر يعني القمر الساعة 3 و 29 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بانتقل أوصير في برج السرطان وبأثر علينا تأثيرات برج السرطان فعشان هيك منشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة من حول خلق جو من الأمان إلنا ولا أحبائنا من مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات وإن من يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشربنا لأنه في هاي الفترة نشعر بحافز لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حسسيتهم بتكون في أوجها في هاي الفترة بوسعنا شراع عطار زراعة نبتة أو الاهتمام بالأشجار تقنيب الأشجار الانتباه أكثر لأطفالنا وبرضو قضاء وقت ممتع في البيت بعد انتقال القمر لبرج السرطان في عنا زاوية بطيئة اليوم ذروتها طبعا الزاوية هاي زاوية التسديس إيجابية بين عطارد وبين زحل اليوم الذروتها الساعة 12.37 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش الزاوية هاي طبعا لأنها إيجابية فبتعزز قدرتنا على تحليل الأمور بشكل أفضل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية ما بين القمر وبين الزهرة وهاي زاوية التسليس إيجابية رح تكون الساعة 8.19 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيرات هاي زاوية بتبلش من ساعات ظهر يوم الخميس لغاية منتصف ليلة الخميس على الجمعة هاي زاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاءهم وإبداعهم بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا من الآن لغاية ساعات العصر الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنا بيب الشعب الهوائية والرياتين الوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي وجهاز الحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل من ساعات العصر أو ما بعد العصر بصير الأجزاء اللي في جسمنا أو العضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية المعدة، الكبد، الصدر، الغشاء المخاطي، المبيض، الرحم، المهبل، الثدي، غشاء الجم، الصفاق، برضو الجهاز اللينفاوي وعضم الصدر بالنسبة لهذا اليوم طبعا لأنه في خلو مسار إذا كانت العمليات ضرورية جدا ما بنقدر لتأجيلها تنعمل ما في أي مشكلة ولكن إذا في مجال لتأجيلها بيكون أفضل أما بالنسبة لعمليات التجميل لأنه خلو المسار رح يكون تقريبا في منطقة الشرق الأوسط النهار كله فعشان هيك منقول لا يصلح هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا ممكن أنه يشعر البعض في بعض الآثار والآلام أو ارتفاع حرارة رجفة إرهاق أو تعب أو وهن عام في الجسم فيفضل أخذ بنادول أو راحة إذا ما قدروا يأجلوا المطعوم فلازم يلتزموا في البنادول كل ست ساعات لمدة ثلاثة أيام لتنتهي كل الأعرض بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويصير في برج السرطان فخلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد عشر أربعة بيبدأ في تمام الساعة وحدة ودقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل بعدها القمر ويستقر في برج الأسد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المربع عمره ست أيام في تمام الساعة 6 و 12 دقيقة صباحاً بيصبح 7 أيام نسبة الإضاءة بتصير 35% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 24 طبعاً سعيدة بنسبة 70% القمر في الجوزاء وبدو ينتقل في ساعات عصر يوم الخميس للسرطان ورح يمكث في السرطان لغاية يوم 10 أربعة طبعاً هو الآن موعد بث الحلقة سعيد بنسبة 30% في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 60% في ساعات العصر بعد انتقال القمر لبرج السرطان بيصير سعيد بنسبة 40% عطارد في الحمل حتى يوم 11 أربعة سعيد بنسبة 45% الزهرة في الحوت حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 25% المريخ في الدلو حتى يوم 15 أربعة منتحس بنسبة 25% المشتري في الحوت حتى يوم 10 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4 ستة سعيد بنسبة 15% أورانس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات عصر يوم الخميس بظل النشاط امركز كله على التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات وسرعة البديهة عندكم عالية جدا عندكم قوة بإيصال المعلومة ولكن بيظهر عليكم نوع من أنواع العصبية أو الانفعال فعشان هيك بدكوا تضبطوا عصابكم أثناء تنقلاتكم وأثناء حواراتكم أما من ساعات ما بعد عصر يوم الخميس وما بعد بيصير التركيز كله حول مصالحكم البيتية والعائلية أهم شيء أنكم ما تتهربوا من المسؤوليات حاولوا أنكم تحاضروا من الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك عشان هيك بدك تنظم جدول أعمالك ونشاطاتك إلى عباء كثيرة وممكن أنك ما تجد وقت للراحة برج الثورة بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر ما زال موجود في بيت المال فعشان هيك بيضل التركيز على الأمور المالية في منكو ممكن يحصل مكاسب مالية من الآن لغاية ساعات العصر عصر يوم الخميس من مكاسب تيجي من أرباح من عمل إضافي مستردات هبات هدايا دعم ممكن تنشغلوا في بعض الالتزامات المالية أو ترتيب وضع إلو علاقة بفواتير أو دفعات من ساعات ما بعد عصر يوم الخميس بيصير القمر في البيت الثالث فبتنجحوا في مجال السفر والاتصالات وممكن يتعززوا علاقتكم مع أخ أو جار حاول أنك تفصح عن رأيك بجراءة وحرية وتعزز علاقاتك ابحث عن التوافق والانسجام بتضطر لدفع مبلغ طارئ من المال ممكن يكون صحي أو التزام عشان هيك بدك تحاذر من إهمال وضعك الصحي وبدك تتجنب أنك ترهق نفسك خلال هذا اليوم برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر ما زال موجود عندكم لغاية عصر يوم الخميس لا ينتقل البيت الثاني لألكم فعشان هيك بظل في عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها طبعا رح يصير فيه اهتمام شخصي إما بتجميلي أو اهتمام بلباس بهندام بالأمور اللي مثل هيك بتكونوا ملفتين للانتباه وممكن تعززوا علاقتكم مع أحباكم خلال هذا اليوم ولكن ضبط الأعصاب ما زال مطلوب في ساعة عصر يوم الخميس القمر رح ينتقل لبيت المال فبتعيدوا تنظيم ميزانيتكم بتكونوا تتجنبوا النفقات نظموا الأقصات ما تسمحوا للأقصات أو الدفعات أو الفواتير بالتراكم فكر بمنطق وعالج الأمور الطارئة فورا حدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية لأنه اليوم ممكن تعرف لقاء داعم لإلك أو يكون لمصلحتك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن موعد بث الحلقة ولغاية عصر يوم الخميس بظل الطاقة ضعيفة لأن القمر مازال موجود في بيئة في الجوزاء فعشان هيك بظل في نوع من أنواع الإرهاق والتعب والتوتر بتحسوا أن الأمور مش ماشي معكم مثل ما بدكم فقدين لطاقتكم وحضوذكم من ساعات العصر ساع عصر يوم الخميس بتتغير الأجواء تماما وبتمتلقوا نشاط وحيوية بتعيشوا لحظات شيقة وحافلة بالأخبار والتطورات ممكن تتلقوا إشارة أو تبدأوا بتنفيذ خطة معينة بتستعيد حياتك رونقها وحيويتها وبصير الحظ حليف لإلك لأنك راح تبدأ مرحلة جديدة يعني خلال فترة الأسبوع القادمة داعم لا إلك والحضوذ لا إلك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر ما زال في بيت العلاقات الاجتماعية لغاية ساعات عصر يوم الخميس بعدين بدو ينتقل القمر لبيت المتاعب فعشان هيك من الآن للعصر بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء الجو راح يكون مليء بالارتباطات خلال هذا اليوم لغاية ساعات العصر من ساعات العصر طبعا راح تدخلوا فترة غير مريحة لأن القمر راح يوصل لبرج السرطان اللي هو بيت متاعبكم فبتلاقي أنه الضغط بيصير على الصحة وعلى الأعصاب وعلى الحضوء فبيسجل هذا اليوم من العصر ركود على جميع الأصعدة فبنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ الأعمال المهمة والضرورية فعشان هيك فترة جيدة للتخلص من عدد أكل قديمة وانشغالاتك ممكن تكون بس تتركز على المسائل الروتينية وحاول أنك تحذر من التأخير برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بدكوا تحافظوا على سمعتكم لأن القمر ما زال موجود في بيت السمعة من الآن لغاية ساعات عصر يوم الخميس فبتكون تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين وحاولوا أنكم ما تشوهوا سمعتكم ما تجازفوا ما تغامروا ما تخلفوا القوانين من ساعات ما بعد عصر يوم الخميس القمر رح يصير في بيت العلاقات الاجتماعية فرح تنشطوا بين الأصدقاء بتشوف الأمور بتصير برؤية أوضح وبنظرة متفائلة بيطمعن بالك لحصد الدعم والتأييد وبتفيدك الاتصالات واللقاءات فعشان هيك بدك تلطف الأجواء وتعد العلاقات لطبيعتها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة من الآن لغاية عصر يوم الخميس بده يدرس ويستعد بشكل جيد وينظم جدول أعماله ينتبه أثناء تنقلاته خصوصاً على الشوارع المفتوحة يدير باله من بعض الأعطال اللي ممكن تنال أجهزة إلكترونية تابعة لإلوه أو بملكه أو أعطال بالسيارات الحوارات والنقاشات وسرعة البديهة بتكون عندكم ممتازة جداً وقدرتكم على التواصل مع أشخاص خارج البلاد بتكون عالية جداً في ساعات العصر وما بعد بتحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم في مجال العمل فبتكون تنظموا وقتكم بشكل جيد ولكن بتكون توضحوا أولوياتكم ما تخلي أي شخص إثير إنفعالك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أكوى المنافقة لأنه أنت اليوم تتمتع بسرعة بديهة وخاطر وذكاء حاد جداً برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب من الآن ولغاية عصر يوم الخميس حاولوا أنكم تدخلوا التعديلات المطلوبة على أموركم المالية المشتركة من فواتير والتزامات وبنوك وضريبة تأمين ميراث يعني النقاشات المالية حتى أموال الزوج ممكن ترتبط ببعض المسؤوليات أو يكون مطلوب منك بعض الاهتمامات في ساعات العصر عصر يوم الخميس الأجواء رح تتغير بشكل كامل بالنسبة لإلك من ناحية إيجابية فبيصلكم خبر سار من بعيد أو بتكثر عندك الاتصالات والحوارات مع أشخاص خارج البلاد هاي فترة حافلة بالنشاطات بترتفع المعنويات وبتقوى الحضوض في منك ممكن يهتم بمواضيع الهلاقة بالسفر أو التعامل مع أجانب وممكن تشارك بمؤتمر مثمر ومفيد ويمكنك أيضا في هاي الفترة أن يكون عندك اتصالات بعيدة مثمرة جدا ممكن تتلقى أو تلتقي بعض الأشخاص حول طولة حوار التفاوض وبرضو ممكن تعالج مسائل متنوعة خلال هذا اليوم برج القوس بالنسبة لما أريد برج القوس طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية تعصر يوم الخميس فبوسعك تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة أو أمور إلها علاقة بالأزواج ولكن بدكوا تنتبهوا أنه هاي الفترة طاقة ضعيفة بظل الوضع الصحي والنفس بحاجة للرقابة والمتابعة ضبط الأعصاب مطلوب ما في دعي للانفعال والعصبية في ساعات العصر عصر يوم الخميس وما بعد بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة وباستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر وبينتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية فعشان هيك بتقدر تعدل أولوياتك إذا دعت الحاجة وحاول إنك تدقق بالتفاصيل برج الجديد بالنسبة للموليد برج الجديد طبعا من الآن لغاية ساعات عصر يوم الخميس بدكوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل أو عمل سابق تنتبهوا لصحتكم وعلاقاتكم مع زملائكم بالعمل إنجزوا أعمالكم ما تلتهوا بالأمور الثانوية ركزوا بشكل جيد لأنه ممكن تجدوا صعوبة في إنجاز بعض الأعمال خلال هذا اليوم من ساعات ما بعد عصر يوم الخميس بتنجحوا بتعزيز شراكاتكم هاي فترة شوي بتكون صعبة لأنه القمر بصير مقابلكم تماما فبتثقل خلال هالهموم والمسؤوليات فبتكون تتجنب وردات الفعل العنيفة لأن هالفترة هاي سيئة وبتهدد بالخواطر والمشاكل والحوادث بيجعلك القمر في هاي الفترة مضطرب ومرهف الحس حساس جدا وممكن تشعر بارتباك وغضب في بعض الأوقات رغم أنك لأن القمر سعيد فبتتمتع شوي بطاقة أفضل من الفترات السابقة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو من الآن لغاية ساعات عصر يوم ما بعد عصر يوم الخميس ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وعلاقتكم مع الأحبة والمقربين واحد أفراد العائلة كأحد الوالدين ممكن يكون لك لقاء عاطفي هذا اليوم وممكن تمارس هواية جيدة لإلك أو تمارس شيء له علاقة بالترفيه أو بالتجميل الأجواء داعمة والحضول داعمة لإلك بشكل قوي لغاية ساعات ما بعد العصر من ساعات ما بعد عصر يوم الخميس بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم وتكونوا عنصر إيجابي ما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي بتتعاملوا معهم اليوم بتستعيد حيويتك شوية وبتدور الأحداث بسرعة عندك نشاط وممكن تمارس عملك بحماسة ولكن بدك تحاذر من الإطراب الصحي وتحاذر من إهمال أعمالك المطلوبة منك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت من الآن ولغاية عصر يوم الخميس وما بعده يعواني وما بعد العصر ولكن من الآن لساعة العصر بتنهمكوا بأمور الهاصلة بالبيت مثل الأيام الماضية وبضل التركيز على أمور الهلاقة بالبيت والعائلة أحداث البيت تصليحات ترميمات واجبات التزامات ممكن يكون في مناسبة عائلية أو اجتماع عائلي أو حدث محين يلفت انتباهك ممكن تظهر بعض الأعطال اللي تطلب منك الاهتمام فما اليوم ما تبعد عنها أو تخالفها أو تهملها طبعا هذا التركيز رح يظل لغاية ساعات عصر يوم الخميس من ساعات ما بعد العصر وما بعدها للأيام القادمة بتزداد رغبتكم لأن الحضوض هنا بتصير قوية جدا عندكم فبتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم الحضوض قوية زي ما حكينا بتزداد عندكم مطيرة العمل بشكل واضح ممكن تحاولوا معالجة الأمور بروية فحاولوا تبتعدوا عن التعقيدات الأجواء داعمة حضوض موجودة علاقتكم بالأحبة قوية ففترة لازم تستغلوها بشكل جيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر